اجازات حكاية قائد ومسيرة وطن مستمرين لليوم الثاني على التوالي ولسه كمان عندنا بكرة وعندنا يوم الثلاث يوم الثلاث ان شاء الله هنكون تسعة الصبح وليس العاشرة كنت مبارح حولت لحضراتكم هنكون مع حضراتكم تسعة عاشرة الصبح لا هنكون مع حضراتكم من التاسعة صباحا يوم السلساء بإذن الله تعالى لون ده بالنسبة لنا يوم تاريخي لمصر ويوم تاريخي بمعنى الكلمة رايحين من هذا اليوم إلى الجمهورية الجديدة وبالتالي يوم الثلاث ده هيكون عندنا زي ما بقول كده من البداية كده من الصبح لحد يمكن منتصف الليل قبل السحور هنبقى شغالين على الجمهورية الجديدة بإذن الله تعالى واللي احنا أملنا وطموحاتنا كمان في الست سنوات اللي جاية مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ايه اللي ممكن نحن عايزين وهنتكلم طبعا يومها في أمور كمسيرة جدا ولكن خلينا النهاردة عشان عندنا شغل كتير وأخبار كتيرة وعندنا لسه شهادات كتيرة جدا في ملفات كثيرة امبرح يدوب خدنا ملفين ثلاثة النهاردة عندنا لسه بنتكلم على عشق عشرين ملف تانين على مدار اليومين لأنه النهاردة وبكرة فقط الشهادات يوم الثلاثة هيكون اللحظة الآن ايه اللي احنا النهاردة عايزين من الرئيس ايه اللي الرئيس النهاردة هيتكلم فيه البرلمان توجه الدولة خلال الست سنوات القادمة أعزا لكم معلومة بسيطة أوي قبل ما نروح لي ثلاثة أربع أخبار بسرعة قبل الشهادات الدستور الدستور المصري محدد فيما يتعلق برئاسة فيما يتعلق بنواب الرئيس فيما يتعلق بالحكومة فيما يتعلق بالمحافظين الدستور بيحدد اه ممكن الرئيس يعين ناب أو أكتر ده أمر يخاص بالرئيس بالنسبة للحكومة ده أمر أيضا تشاور مجلس النواب الرئيس ومجلس النواب مثلا الأمر التالت المحافظين مجرد سيد الرئيس ما يؤدي اليمين خلاص سيد المحافظين بيكونوا في حكم المستقلين ويتم طبعا يعني القيام بمهام لحين تعيين محافظين جدد أو تجديد زي ما الرئيس بيشوف طبعا هذا الأمر يعني بيقوموا بفترة انتقالية لها فترة لحين تعيين محافظين جدد أو تجديد حسب يعني ده قرار بقرار الرئيس مين رايح ومين جاي لا أحد يعلم سوى الرئيس يعني أي حد وأنا بقول لكم بشكل عام بشكل عام لأنه على مدار الفترة اللي فاتت وكلام كتير ورهصات كتيرة ومن هنا ومن هنا محدش يعلم محدش يعلم بجد وبعدين علينا أن نترك لرئيس الجمهورية يختار من يشاء أو يجدد الثقة في من يشاء هذا أمر متروك للرئيس من غير ما يبقى فيه ضغوط من غير ما يبقى فيه طبعا هيبقى فيه طبعا بعض الأسماء اللي حضراتكم الفترة اللي فاتت عليهم بعض مشاكل علامات استفهام ما أنجزوش فيه ملفات بتاعتهم وارد جدا وارد وده أمره طبيعي وزي ما احنا بنقول كده سنة الحياة أنهو كل واحد بياخد مسئولية لفترة محددة وسلام عليكم وهو تكليف عندما يكلف الرئيس أي حد هو شرف لأي مواطن في مصر أن يخدم بلده سواء كان وزير رئيس طبعا أكيد وزير محافظ أي منصب آخر هو شرف وهو تكليف بالضبط كده أنت جندي في هذا الوطن الجندي في هذا الوطن يكلف بأمر بيقض الأمر وشكرا يخلص المهمة السلام عليكم هي دي الدولة وده الشعب المصري ودي على مر التاريخ العصور والتاريخ المصري بنشوفه وشايفينه من أيام وإحنا جايين من عهد دولة بالكامل منذ مصر آلاف السنين وبداية مصر الحديثة ومحمد علي والتجديد اللي حصل والتطوير اللي حصل وبناء القوات المسلحة والترسانة الإسكندرية ومصانع الحديث والتحديث والتوصع في الأراضي الزراعية والقناة الخيرية أو القناة يتعامل أو أي أول مرة يتعامل عندنا سدود قناة الخيرية اللي عملها محمد علي 1829 يمكن أو 28 والتوصع بعدها الأراضي الزراعية اللي كانت 2 مليون فدان نقلهم في خلال 10 سنين مليون كمان مليون واحد من عشرة بقوا 3 واحد من عشرة مليون فدان في 1833 نقلنا النقلة دي بكلمكم على حاجات نقل الجيش تحديث الجيش تجنيد المواطنين مصريين جيش المصري وبناءه إزاي وحدات الجيش المصري بدل ما كان زمان بيعتمدوا على السيوف ومش عارف الدروع قالك لا نلغي ده ونبدأ في منظومة حديثة راح جاب خبراء عسكريين بكلمكم تاريخ من نمسا من إيطاليا من فرنسا من روسيا يدربوا جيش يتعامل أول معسكر في أسوان مصريين أربعين ألف ومع السودانين أول معسكر ثم معسكرات أخرى وبدأ بناء الجيش المصري مين؟ كلمة على محمد علي كلمة على محمد علي ثم بنا اللي